بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشوفوا النهاردة ازاي هنعمل سيدنج او هنتعرف على السيدر بشكل عام لو راحنا على الدكومنتيشن وبصينا هنا على الدكومنتيشن زي ما تعودنا نيجي في السيرش هندور على السيدر او السيدنج عموما يعني السيدر باختصار هو عملية انشاء بيانات وهمية لاختبار الموديل او التابل بتاعك او استخدامه في اشياء اخرى او رد دانية السيدنج ممكن يحصل عن طريق الفاكتوريز باستخدام الموديل او عن طريق الموديل نفسه او عن طريق ان انت تنشئ كلاس سيدر وتبدأ تستخدمه في المصار داتابيز سيدرز مع داتابيز سيدر او ان انت تنشئ سيدر جديد فبالتالي تعالى نشوف المثال اللي عندنا في الدكومنت هنبص هنا مع بعض هنلاقي ان طريق كتاب السيدر انه بتعمل كائن جديد او اوبجيكت جديد بالامر ميك سيدر وده بيكون زي ما تعودنا في اوامر الارتزان بتاعتنا لو رحنا على الميك ميك سيدر فبالتالي الطريقة هنقول php artisan make سيدر انشاء الابجيكت وهنقول ان انا عندي تاست سيدر على نفس الموديل بتاعنا لو تلاحظت هتلاقي ان هو في فولدر السيدر نزل عندي اوبجيكت جديد بالنفس الحالة هنلاقي معه الماثود run ودي فكرة ان انت بتجمع السيدر بتاعتك تحطها جوا لكن انا بشكل افتراضي هلاقي عندي داتة بالسيدر بنلاقي فيه مثال على استخدام الموديل او يكون بشكل mute او muting model فبالتالي الامثلة دي استخدامها سهل لو انا جيت قلت الامر بتاعي وانشأت الابجيكت فبقدر ان انا اضمن فيه اللي انا عايزه من السيدر data اللي انا عايزه نكمل مع document ونبصه هنلاقي هنا هو بيقولك ان فيه عندك بشكل افتراضي ملف لداتا بالسيدر وعملك مثال باستخدام حاجة اسمها الكويري بيلدر او database builder وفيه طرق تانية مختلفة باستخدام الموديل مع الفاكتوريز او المصنع الخاص بالبيانات الفاكتوري ليها داكيمنتيشن بشكل خاص ممكن نتعرف عليها في وقت تاني على سبيل مثال هنا هو حاطة example بيقولك ان انت تقدر تنشئ خمسين يوزر بسطر واحد زي ما احنا شايفين هنا لكن لازم نبني فاكتوري في الاساس عشان نقدر نستخدمه في انشاء الدياتا اللي حاجة احنا عايزينها لو رحنا على هنلاقي ان احنا عندنا معلومات خاصة عن ازاي تعمل جديد باستخدام ومن خلاله بتقدر تضمن الاوامر بتاعتك اللي منها ممكن تعمل تضمين معينة او ان انت تبدأ تعمل زي ما احنا شايفين هنا بعد كده بتبدأ تحط اللي انت عايز تنشئ عليها البيانات بتاعتك بحسب كل فاكتوري لو بصينا هنا كمان هنلاقي مثل اكتر من الابل كده وهنلاقي ان فيه وفيه وفيه هتلاقي زي ما انت شايف ممكن تستخدم فاكتوري ميك وهنشوف ده كله مع الوقت واحدة واحدة لكن تعالوا نتعامل مع السيدر بشكل خاص بدون الفاكتوري في الوقت الحالي هنرجع للقلاس بتاعنا على سبيل المثال تست سيدر وهنبص هنا ان انا ممكن استخدم التست تيبل في ان انا اضيف عليه من خلال الموديل بيانات خاصة او فيك ديتا فعلى سبيل المثال انا ممكن اعمل هنا انادي على التست هقول ااب موديلز تست وهبدأ اشتغل على التست موديل بتاعي بشكل خاص وهقول كريت وابدأ احط البيانات اللي انا عايزها لكن باسلوب بسيط جدا ان انا ممكن اعمل وابدأ احط له مثلا اندكس زيرو او الاي اصغر من مثلا خمسين ابدأ اخليه عبيلي خمسين قيمة بالشكل ده بدون الفاكتوري وده واحد من الامثال اللي ممكن نستخدمها في المستقبل فبالتالي انا عندي التايتل اقدر اعبي في بيانات وعندي الكونتينت وكمان عندي لو تفتكر الستاتس وكمان عندي الشو كولم فهنا انا ممكن اقول مثلا تست طبعا انا نجي هنا بس الاول الاندكس اقول اي بلس بلس مثلا هقول اندرسكور مثلا دوت اي بشكل ده وهنا هقول الكونتينت اي بشكل ده مثال يعني وهنا اقول مثلا انا اقول مثلا وان تعال نشوف ازاي هننفذ امر السيدر بكل بساطة ونكمل مع الدكيمنت الخاصة بالسيدر هنلاقي هنا ان انت ممكن تستعمل الكون فانكشن عشان تبدأ تضمن فيها اي عمليات السيدر جانبية انت عاملها بشكل خاص فبالتالي نقدر هنا اقول على الداة بالسيدر اس call واضح اضمن فيها مجموعة الكلاسس اللي انا عايزة فبالتالي لو نلاحظ هنا في الدكيمنت هنلاقي ان هو بيديك امر السيدنج انك بتعمل run للسيدر اما بانك تستخدم كلاس خاص او انك تقول سيدر بشكل عام فبالتالي لو احنا نجلي ننفذ امر السيدر فلازم نقول البيتش بي ارتزن دي بي سيد لاحظ هاديني ارور معي هقولي ان الكولوم ده مش موجود وده الخطأ عندي هنا تأكد منه ممكن نروح على الموضل نفسه تأكد انه عندي اسمه نيم فبالتالي ارجع مرة تانية اخلي نيم فبالتالي ننفذ نفس الامر مرة تانية انشأ لي السيدر بتاعي وحطيلي اكتر من خمسين قيمة او خمسين قيمة زي ما اتفقنا اهي من اول صفر تست صفر لحد خمسين ده كده بشكل خاص من خلال فورلوب نقف لحد كده ونكمل في دراس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة